أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدأ تنفيذ أعمال البنية التحتية بالعقدين الثالث والرابع في مشروع مدينة المطلع مضيفة أن المرحلة التحضيرية لأعمال العقد الثالث انتهت وتم اعتماد برنامجه الزمني الذي يشمل أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لـ 4999 قسيمة كما أعلنت عن انتهاء المرحلة التحضيرية للعقد الرابع واعتماد برنامجه الزمني الذي يتضمن أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لـ 4770 قسيمة مضيفة أن نسبة الإنجاز الكلية الفعلية بلغت 2.68% وهي نسبة متقدمة عن نسبة الإنجاز المقررة في البرنامج الزمني وأشارت السكنية إلى متابعة مجلس الوزراء بشكل مباشر ودائما لسير العمل بمشروع مدينة المطلع عبر تغارير دورية ترفع كل ثلاثة أشهر